السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة رواع الوصفات اليوم ان شاء الله بدي اعملكم اكل الداود باشا اكلها كتير زاكية هندية هي حارة شوي بس بدي اعملها عطريقة الدايت ان شاء الله بتنفع للي بيعملوا حمية غذائية خلينا نبلش بمقادير مقاديرنا اليوم انا شوي زدت فيها بس كتير طلعت طيبة عشان هيك حبيت اني اعملكم اياها فلفل حلو الوان وفلفل حار وبصلة وتقريبا كيلو بندورة طرية بدي اخلطهم كلهم بالخلاط مع كاسة مي مع نتفت بهار مشكل ونتفت ملح وفلفل اسوي وايك بديت اني اخلطهم حطيت البندورة والبصل وكاسة المي وخليت الخلاط يبدأ بالخلط بعدين بديت احط الفلفل طبعا الفلفل الحار حسب الرغبة بعد ما اخلطهم مظبوط ممكن انك تصفيهم ممكن لا انا ما صفيتهم انا بحب البندورة بردلها بجشرها وبذرها بالاكل هذا برجع اليك بدك تصفيها عادي صفيها ما في مشكلة بعد ما اخلطها مظبوط بحط معلقتين صلصة وبنطبق ان شاء الله الاكلة مع بعض بعد ما عملنا الصص بدنا نعمل اللحمة جبت كيلو لحمة نعمة بشرت عليها بصلة وبشرت عليها درسين توم حطيت عليها ندفت فلفل اسود وملح طبعا حسب الكمية بنرجع بنحكي الملح والفلفل اسود ما بقدر احكي لكم قديش المقدار بس تقريبا على الكيلو بديك معلقة ونص معلقة فلفل اسود وبهار مشكل تقريبا كمان معلقة صغيرة بنعجنهم مظبوط بالايد ننظرنا نعجن فيهم عشان تتماسك معي خليني اعجنهم وارجع لكم هيك بعد ما عجنتها زي ما انتو شايفين متماسكة معي ما حطيت لا بطحين ولا باشي لانه انا زي ما احكيت لكم بدي اياها للحمية الغذائية ما حطيت عليها اي نوع زيت حتا الدهنة تبعتها ان شاء الله بس احطها بالفرن اللي بتطلع منها بدي اصفي ما بدي اخلي معها وهيك بس احطها بالفرن برجع بفرجيكم اياها ان شاء الله زي ما حكينا الدهن او الزيت بدو يطلع منها راح اصفي ما راح اخليه وبعد ما نطلعها من الفرن ان شاء الله فرجيكم اياها هيك طلعتها من الفرن وصفيت منها الدهنة تبعتها بدي ادير عليها السوس اللي انا عملته بس بدي احط عليه الصلصة معلقتين ثلاث مش كتير بنحط صلصة ونحركهم ونحط عليهم ملح ونتفت بهار مشكل بدي احركهم مزبوط زي حبيت تحطي فلفل اسود بس احنا حطين فلفل حار برضو بصير انك تحطي فلفل اسود بنحرك مزبوط وبنديرو على الكفتة اللي احنا عملناها كفتة دود باشا بخليها تتسبك عندي على راس الغاز ممكن تحطيها بالفرن بس انا بدي اعملها على الغاز بكون ما بعرف بحسها اسرع على راس الغاز حطيت نص معلقة دبس رمان على الوجه وبدي اخليها لحد ما تستوي معنا فرجيكم اياها ان شاء الله بعد مصطيعة تقريبا زي ما انتو شايفين البندورة تسبكت معنا وهيك بكون اكلتنا لليوم جاهزة ان شاء الله وصفتي لهذا اليوم خلصت ان شاء الله الوصفة بتعجبكم بتكون سهلة عليكم وان شاء الله اللي بعملوا الضيت بيستفيدوا منها وبدعولي اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والشير ويعطيكم الف عافية